وعشان كده منورونا ومشرفانا النهاردة المعالجة النفسية دكتور هين ديبان ازيكي دكتور هين؟ اه بارك ايه دود؟ الحمد لله انت عم بي شفتي قصص زي دي قبل كده انه حد بيكتب وصيته لا وصية لأ لكن اب ساب ولاد وقا طب هو لما حد يكتب وصيته ده معنى خوف من الموت ولا بنعمل حساب لبكرة؟ خوف من الموت دي فوبيا؟ هي اكيد اكيد ستة صفية عايشت طول حياتها مع البنتها دي في حالة من الخوف اكيد في وقت البنت هنا فيه عنصر مفتقد اللي هو عنصر الاب عنصر الامان شو بحس كل الامهات كده بيتهائل يعني انا ما جربتش غلوطة الدينة زي ما بيقوله بسيلك امك بتبقى عادة تفكر يا رب ان ام انت هسيب العيال لمين؟ اه طبعا هو فيه خوف طبعا من اي ام فيه خوف لكن اعتقد ان الخوف عند الشت الصفية خوف مضاعف لان ايه انت البنت دي الوحيدة اللي معايك يخلط لعمرك هي البنت دي اعتمادها النفسي عليك طول العمر البنت مش في حالة طبعية طب الخوف ده بيبقى مرضي يعني هو بقى اتحول لخوف مرضي بزيادة لانه هي المعتمد البنت معتمد عليها؟ ممكن جدا لان البنت مش في حالة طبعية يعني الام دايما تقول ايه يا رب اجوز بلادي وافرح بيه او بنتي واتطمن عليها تحس ان فيه امان جاي لكن هي بالنسبة لحالة بنتها هي مش شايفة ان فيه امان جاي ممكن ما تبقاش مؤهلة ان هي تتجاوز او تقعيش حياة سليمة يعني ما واضح ان العقل الزهنية ممكن تكون درجة عالية هي بتقول ان الادراك مش قوي وهاتفضل ان هو الادراك قليل بالضبط فهي تقول الوقت الطفلة البنت دي اه انيسة 23 سنة ولكن هي هتفضل طول الوقت في احتياج طفولي ان هي محتاجة انها طفلة فحتى مفيش اللي هي زي كل الامهات اللي هو بكرة تتجوز واتطمن عليها وتبقى في بيتها والكلام ده لا مفيش احنا في حالة ان البنت دي دولوقتي ما لهاش غير الام الام نفسها عندها فقدان امان من غير فقدان الامان خدت صدمة في حياتها كبيرة غير فقدان الامان والصدمات ممكن ام زي دي او بالحالة دي يجي لها مشاكل نفسي مليون في المية مليون في المية لا يهند او مرة تقول لي لا هقول لي اصلا خلينا واقعين انا ما راح يسالي بقاتي المشاكل بحي تربطها بالواقع اكتر عشان ما يبقاش بزي في الحقيقة حلينا متفقين ان دي مشاكل من الواقع ومتكررة ام في ظروف زي دي انفصلت عن جزهة وهي بعد ثلاث شهور جواز نهيكي اصلا عن مشاكل المطلقات نهيكي اصلا عن زي اللي احنا شفناهم فقط كتير بقى والابهات اللي بيرموا ولدهم نهيكي بقى ان ربنا يعني كرمها انا شايف ان ربنا كرمها على فكرة بتفلى من زوال هممت دي لها بيت في الجنة بيقوله طبعا دي ربنا كرمها وعوضها تعبير كبير اوعد تتكرن من انت اللي فيه دلوقتي دوت حاجة مش حلوة ولكن هنا طول الوقت هي فيه خوف عدم امان ده بقى خوف مردي طبعا خوف مردي لزي الوسواس القهرين واخفنا نموت اللي حصل فكرة سيطرت عليها انا دي بنتي الوحيدة بظروفها ديت هتروح فين من بعدي الاب رمى الاب مهتمش تعبته وكفحت لا دي ست بطلة ست مكافحة فعلا لو يعني اصلا نحن نتكلم على ست مطلقة يعني ازمة انفصال ودي لوحدها ليها مشاكلها طبعا وازمة طفلة من زو الهمم دي مشاكل تانية اتعملت ازاي ربيك ازاي ودرت توصال ازاي للبنت للسن ده كفحت ايه نا وازمة بقى قبى عن ناحية تانية والاب ده ايه يعني تحليله النفسي ده بيبقى ايه يعني الاب اللي يرمي وميشوفش عياله هو رجالة بيبقى عندها قلبها مش زي القلب الستين هقولك حاجة الغريزة عند الام هي غريزة الاموة والابوة بقى الابوة بقى لكن هو بيتعامل مع اولاده بالعشرة والحاجات دي المسئولية بتدي له حب لهم يعني فيش راجل بيبقى عايز يخلف بيبقى عايزين بس مش غريزة فعلا يا دايما هتلاقي الام حاجة والاب حاجة تانية يعني جم جم مجوش مجوش لا طبعا بيبقى عايز يحافظ على ناس له وعايز يحافظ على اسمه لا يحس ان هو بقى عنده اولاد لا في مفاهيم تانية غير فكرة ان انا اب فانا دوري هنا كاب ادي وعمل وبقى الرعاية والحماية والامان اه طبعا ونماذج كتير جدا من الابوهات بالشرط تكون حالة زي حالة ست صفية ببنت معواقة لا ده منلاقي حضرتك عادي ابوهات اولادهم كويسين ودول نعمة في حياتهم ويذهبوا بقى في اتجاهات اخرى واللي يروح بقى يتجوز واللي يسيب بولاده واللي يعيش نزواته واللي يعمل كل الحاجات دي فاحنا منكلم على نماذج حقيقي انا بأصفها انها انانية عدمت المسئولية سؤال very tricky يعني وبصي احنا مكاننا يا هند بيبقى بحساس جدا بالزبط ونسي بتمشي ورانا بالزبط ويا بناخد سيئات يا بناخد حسنات يا مالهاش ربنا يجعلنا بيهم يا رب اب زيدة بقى اب زيدة يعني هل هو مؤهل ان هو يربي ببنت بعد كده يعني لو احنا نفع نقول لها خليها تشوف ابوها طب ده مش ويدلناش سيئات لا خايفة لا 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 يعني النقطة دي مهمة جدا ان انت ترك فيها لا حقيقي انا قلبي وجاني انه انصح حتى في الآخر لا 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 انا شايفة ان لأ ليه بقى وانا البنت دي ما تعرفش باباها اصلا ما توعيش عليه ما تعرفش يعني ايه اب دي نقطة النقطة التانية خلال سنين حياتها لو البنت دي عندها جزء واعي شوية او جزء ادراك شوية شايفة الام هي اللي طول الوقت بترعى شؤونها وبترعى مسئولياتها اكيد اتحكى قدامها باباكي سابق باباكي مش موجود باباكي راح تجوز وباباكي عمل اكيد فده كون عندها ايه خوف الام ذات نفسها طول الوقت على بنتها وعلى ان هي النموذج المضحي النموذج اللي استحمل والقدم وراع بنتها لطول الوقت ده كون عندها مفهوم ايه اعتقد ان النموذج الاب او صورة الاب هي في دمخها لو هي فيه ادراك بنسبة ما لا هيكون مشوش او مش موجود اطلاقها سيبك من البنت خالش الاب تاني انا بقى هاليف ودور ما يعرفهاش يا سالي مش هيبقى مؤهل ان احنا نقدر ان ننصحها نقولها خليها ايه لا 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 احنا كنا نظلم البنت انت لو خدتها وعادت معك في بيتك ووسرتك مع اولادك يعني انت هتعيشها مع مرات اب وهتعيشها مع اولادك انت انت عارفين ممكن الصدمات النفسية اللي ممكن تقع فيها البنت دي ايه نهيكي عن ان البنت قريدي ايه معتمدة اعتماد نفسي كامل على الام دي